السلام عليكم أهلا بكم أعزائي المشاهدين فيديو اليوم موجه لتلاميذ الشاهدة سواء تلاميذ الباكالوريا خاصة أو تلاميذ شاهدة التعليم المتوسط ليأخذوا حذرهم فقد نبه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعبد مؤخرا إلى أن الطالب قد يلجأ في عشية الانتحان إلى الشبكة فيصدق بنشر مواضيع مغلوطة على أنها متسربة وهذا كما قال وزير التربية ما سيعاقب عليه القانون عن الجهة المسؤولة نشر طبعا هذه المواضيع التي تضر بأبنائنا وكما قال ستعالج المشكلة إن وجدت في أولها طبعا إذ نجد على مستوى الفيسبوك مجموعات تسمى بمجموعات سريبة الباكالوريا أولبية وهذا ما يسبق أيام اجتهاز الشهادة الرسمية بأيام قليلة فقط وخاصة الباكالوريا على وجه الخصوص فهي مواضيع مفبركة وأخرى مغلوطة تشوي على المترشحين وتشتت أذهانهم وهي بمثابة الضغوطات من وواقع التواصل الاجتماعي مما تجعل الطالب في الآونة الأخيرة يخاف وكنصحة لابد من ابتعاد عن هذه المقترحات لأنها تشويش فكرة الطالب ففكرة تسرب المواضيع مجرد إشاعة فقط لا غير لا تأخذ بها عزيزي التلميذ لأن مواضيع الباكالوريا أو البيام مقتصرة فقط على لجنة خاصة تؤسسها ولا يعلم بها الغير وقد أكد وزير التربية إلى أن العقوبة ستصل إلى المسربين لهذه المواضيع وستكون عقوبات سارمة حتى لا نشهد نفس السيناريو الذي يتكرر كل عام خاصة وأن الدورات السابقة قد سجلت هذه التجاوزات فالوزارة هي المسؤولة عن اتخاذ إجراءات في حق المخالفين ومن جهة أخرى لابد من أن يكون الطالب واعي لتجنب بنفسه تصديق هذه التجاوزات والإشاعات وأخيرا لابد من أن يتم الضرب يد من حديد لوضع هؤلاء الأشخاص عند أحدهم وفقكم الله أعزائي الترميذ وما سلامة